بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة آآ برضو تحت عنوان استغلال بواقي الاحجار كلنا بيبقى عندنا احجار كتير قوي طبعا عملنا آآ فيديوهات كتير آآ من فترة طويلة وكمان ابتدينا دلوقتي عملنا فيديو واتنين للاستغلال بواقي الاحجار لانه بيبقى عندنا عدد من الاحجار مسلا من كل من كل خامة او من كل عقد بنشتريه ممكن يتفضل عندنا حتى حجارين ممكن يتفضل عندنا آآ بواقي احجار بالشكل اللي انتو شايفينه ده فاحنا عايزين نستغلها آآ زي ما قلنا لو عدد كبير من الاحجار او ينفع ان احنا نعمل تشكيلة من الاحجار آآ ميكس بين آآ الاحجار اللي عندنا هيقدر نعمل عقد نقدر نعمل انسيال آآ لو احجار بسيطة الاحجار اللي انتو شايفينها معايا النهاردة هي عبارة عن كسر حجر الجاد آآ بالالوان الزهية الحلوة دي هي تعتبر الوان آآ وسط مش الوان فتحة ولا الوان غمئة ممكن يكون الاصفر درجته فتحة لكن ممكن نكسر بالالوان اللي معاه كمان عندي الكسر اللي في الطبق ده ده كسر آآ طبعا مقاس اصغر كسر عقيق لكن درجات المربل حلوة بصوا درجات البني مع البني الغامق مع الدرجة الشوكليت مع الكافيهات درجات حلوة قوي كمان آآ كان من ضمن الخمات اللي عندي آآ حاجة اسمها آآ تفسيرة التفسيرة باللون ده حلوة قوي بصوا آآ درجة اكسو دي اهي تعتبر حاجة معدنية كده التفسيرة دي حلوة قوي برضو التفسيرة دي خامة من الخمات اللي بتتباع بالكيلو آآ قعدة بفكر فحبيت ان انا افتح معاكوا آآ فيديو قلت آآ آآ اشوف ممكن اطلع ايه من الخمات دي لان ما ينفعش نهضر اي خامة عندنا لازم نستفاد منها على قد ما نقدر ونقدر نطلع منها قطعة اكسسورات زي ما اتفقنا تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم آآ ونشوف ممكن آآ نطلع منهم ايه بعد الفاصل على طول هجهز ادواتي وباقي خماتي ونشوف ممكن نشتغل ايه من الخمات اللي معايا خليكم معايا اهلا بيكم معايا من جديد زي ما انتو شايفين كده معايا آآ طبعا باقي الخمات انا هشتغل عقد لضم لان هنا عندنا الكسر ده بيبقى آآ طبعا الفتحة بتاعته بتبقى صغيرة قوي ممكن نشتغل بيها بالمصمار اللي هو مصمار النحاس او نشتغل آآ عليها آآ بواير اللضم زي ما انتو عارفين آآ ده واير اللضم باللون الدهبي وباقي الكماليات بتاعته برضو باللون الدهبي زي ما انتو شايفين عندي هنا غطى آآ استوبر ده غطى للعقد بتاعنا او غطى للستوبر بتاعنا بيبقى بالشكل ده كمان الاستوبر اللي احنا هنقفل به هنا معايا استوبر معايا قفل عندي قفل آآ نحاس كمان قفل عادي آآ اي طبعا خمات آآ عندكم بتستخدموها ايا كان آآ طبعا العدة بتاعتنا آآ الزرادية الخشنة والاصافة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف ممكن آآ نشتغل العقد بتاعنا بتاعنا طبعا نقدر نكمله بسلسلة آآ لو حابين او على حسب الطول اللي انتو محتاجينه كمان هنحتاج آآ زرد آآ اول حاجة هعملها ان انا هبتدي اشتغل انا عندي كزا فكرة اصلا في دماغي هو طبعا ينفع يتعامل بافكار آآ كتير مش فكرة واحدة آآ ممكن نعمله دلوقتي مع بعض بالشكل المدور اللي هو الشكل البسيط خالص العقد طويل ونبتدي آآ نلضم آآ الكسر يعني مجموعة آآ مجموعة من الكسر مسلا ممكن ناخد المقاس بالسانتي حوالي خمسة سانتي كسر وبعد كده آآ نركب حجر من الاحجار الكبيرة وكمان آآ في وسط الكسر هدخل التفسيرة الاكسوديي اللي هي الدهبي دي هي طبعا دهبي بس دهبي مأكسد زي ما انتو شايفين كده فدي الفكرة اللي قدامي دلوقتي او الفكرة اللي انا هشتغل عليها معيكو دلوقتي آآ في فكرة تانية تقدروا تشتغلوا على الخامة دي بالمصمار آآ لان هي طبعا هي بتبقى كمياتها كبيرة آآ لكن هنحتاج ضعفها عشان نقدر نعمل عقد مليان وكاني آآ من الكسر الاحجار لو عملناها بالمصمار فهنبتدي نعمل العقد بتاعنا كل اساسه بالشكل ده كده ممكن ندور على الصغير ونبتدي العقد بتاعنا آآ من اول ومن هنا آآ بالحجر الصغير خالص لان دي اللي هتبقى اللي هي الجزء اللي على الرقبة او لو احنا آآ بعد كده هنعمل بس آآ عشرين سنتي على الرقبة بحيس ان يبقى الكسر لان الكسر برضو آآ بيبقى آآ لي آآ زوايا حدة شوية ما نقدرش نحطه على الرقبة على طول فانا هبتدي اخد كده ده طبعا هيبقى الجزء الاول من الشغل. ممكن اعمل كده كمان ممكن اجي بالشكل ده اخد حوالي واحد اتنين تلاتة. هناخد خمسة من التفسيرة. انا بقول لكم دلوقتي اللي هيحصل عشان آآ لو حبيت ان انا سرع الفيديو لان طبعا اللاضمة هياخد معايا آآ وقت شوية فعشان ما طولش الفيديو عليكم. احنا هنشتغل دلوقتي. عقد لضم طبعا شرحنا ادواتنا وخماتنا. هنشتغل عقد من اللضم. هنبتدي نلضم الاحجار بتاعتنا كل مسافة. هبتدي احط حجر من الكبار اللي هو انا معتمدة عليهم اصلا آآ في العقد وبعدين نقفل العقد بتاعنا. فخليكم معايا. انا ده حطيت آآ اول حاجة آآ خمسة من التفسيرة اللي معايا. ممكن يبقوا حجر صغير عادي مش كسر. يعني تقدروا تشغلوا اي حدا عندكم. آآ فهبتدي آآ اصرع الشغل شوية وابتدي ااخد الاحجار زي ما انتو شايفين معايا. بصوا كده ابتديت ان انا اخد مسافات آآ طبعا عشان آآ مش هينفع ان احنا نعد هنا آآ الكسر الصغير ده. فهناخد المسافة بالمزورة او بالمسطرة. بصوا. يعني مسلا انا هنا اخدت اربعة آآ سنتي. وبعدين آآ حطيت تفسيرة. كمان هياخد اربعة سنتي. وبعدين هاركد تفسيرة. بحيس ان يبقى المسافات آآ مزبوطة. وكمان آآ مش عايزة احط التفسيرة بشكل عشوائي. عشان آآ مش حابة بصوا هي لها لمعة شوية. فانا حابة العقد ممكن يتلبس في اي وقت مش عايزة يبقى بيلمع. يعني انا مش حابة ان يبقى فيه آآ لمع عشان كده هقلل من وجود التفسيرة. وهبتدي اكمل بالشكل ده. ممكن اخد آآ اربعة سنتي كمان. وابتدي اركب حجر. آآ من يعني اخد اربعة سنتي لضم من الكسر. وابتدي احط آآ اركب بعدها حجر على طول. وهنشوف الشكل عامل ازاي. بتدي كمان انوع في الالوان اللي معايا هما آآ الست احجار يعتبروا نفس او التمن احجار آآ الالوان واحدة. يعني اللون متكرر آآ مرتين. معايا حجر آآ لون اتنين من كل لون. بصوا كده. آآ تقريبا اخد كل الخمات اللي عندي. معاعدة بس الاتنين الغمقين دول حسيت ان انا مش آآ يعني قريبين من اللون وكمان مش مناسبين مع الحجم بتاع الحجر التاني. كل اللي انا عملته مختلفة. عن اللي انا قلته لكم. ان انا بس زودت هنا. طبعا انا ابتديت بخمسة تفسيرة فقفلت بعشرة تفسيرة عشان اطول الجزء ده واطول العقد بتاعي. تقدروا تكملوا بعدد اكبر لو مش حابين تحطوا آآ تركبوا سلسلة في النهاية. كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هبتدي اقفل عادي. هجيب آآ غطى بتاعي. وبعدين اركب الستوبر وزي ما اتفقنا نقدر نحط واحد او اتنين. بالشكل ده. لان هنا طبعا بنقفل بشكل مختلف غير القفلة التانية. هاخد واحد وهاخد كمان واحد. وهبتدي اخد الزرادية الخشنة بتاعتي. هقربهم من بعد قوي. بصوا. خليهم كأنهم حاجة واحدة. انا مستخدمة هنا. طبعا انتو عارفين الستوبر مقاسات. اصغر او اول مقاس من الستوبر اللي هو مقاس رقم واحد. اصغر حاجة. اهو. اضغط ضغطة تانية عشان اتأكد ان انا قفلت كويس بس بدون مقسره. اهو. هو كده الحمد لله يعني يعتبر قفل. عشان الناس اللي بتشتكي دايما اه ان الستوبر بي مش بيتحمل وبيفق. وهاجي كده. بصوا اهو. هقفل عليه بالشكل ده. بعد كده هاخد الزردة بتاعتي. ونقفل على العقد بتاعنا وكده زي الفل قوي. تمام? خلاص اعتبر خلصت. مش عارفة ليه ما بحب الشغل اللضم بحس ان بازهق على ما بخلصه. عشان كده بقول لكم كده. سبحان الله يمكن شغل النحاس بحبه اكتر. يعني تقفيل النحاس والتركيب والكلام ده كله في ناس بتستصعبه. لكن انا بحسة ان انا آآ مرتاحة في اكتر من الشغل بتاع اللضم ان انا آآ بقعد اركب احجار بالشكل ده. فعشان كده انا بقول لكم سبحان الله. ممكن بقى آآ تركبوا قفل البغبغان لو حابين او هو اللي عندكم ما عندكوش قفل او لسه مش مش بتعرفه بس طبعا ما ينفعش لسه مش بتعرفه. انا بطلت اعمل القفل معاكم من قطر ما انا آآ اشتغلت طبعا القفل معاكم كتير. فدي القفل هو بتاعنا. انا دايما بفضل القفل بتاعنا اللي هو بشكل حرف السي ده. في اي شغل بصراحة سواء كان لضم او سواء كان نحاس. آآ وتقريبا القفل اللي معايا ده اللي هو البغبغان ده تقريبا نحاس. لان بقى فيه منه نحاس دلوقتي. في حاجات كده بقى فيه منها نحاس آآ زي غطل وزي القفال فدي من الحاجات الحلوة برضو. للناس اللي هي بتفضل ده في شغلها وفيه شغل ما يلقش عليه غير القفل ده. هاجي بعد كده بقى هاقص مسافة بعيدة شوية عشان هاكمل آآ هاكمل عشرة هنا. زي آآ ما عملت في الناحية التانية. بسو. ببتدي اسحب. عالش بعتزر العقد بس طويل. اهو. بصوا هو يعتبر عقد. اهو. يا رب يعجبكو آآ انا شايفة ان هو عقد لحد ما حلو. بصوا. على آآ اي قوت فت عندي اي شميز اي بلوزة. حاجة كاجول. آآ في حاجات اوقات بنبقى محتاجين الوان ما تبقاش فتحة قوي ولا غمق قوي. ده آآ شامل بين الاتنين. آآ على اساس الاحجار دي فتحة والاحجار الاساسية آآ غمقة. فنقدر نلبسه على آآ الحاجات الوسط اللي هي لفتحة والغمقة. بعد كده هاقص كده لسه. هاخد مسافة اطور عشان هكمل التفسيرة. وهيبقى العقد بتاعنا بالطول ده تقريبا تقريبا هقول لكم كام سانتي. هو كده عقد آآ يعتبر آآ وسط طول ومتوسط. مش طويل قوي او قصير على الحود او على الحود الرقبة او على الرقبة. ده بالزبط تسعة وتلاتين سانتي. تقدروا تطولوه او تأثروه آآ بسلسلة او تطولوه بالاحجار زي ما انتو حابين يا رب الورشة ما تكونش طولت ان شاء الله وتعجبكو بازن الله وتقدروا تنفزوا آآ او تستفادوا من بوائي الخمات عندكو بالشكل ده. الناس اللي سألتني احفظ آآ آآ احفظ الاعقاد ازاي عشان آآ ما تتقطعش او ما تتقطمش زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. هتحفظوها بالشكل ده جماعة عقد زي ده. معلش هطول معاكم نص دقيقة. عقد زي ده لما اجي آآ اشيله كده بصوا. باجي اعمل ايه? بامسك كده يعني بامسك ومدور كده في ايدي وابتدي الفه على ايدي بالشكل ده. بصوا. انا دلوقتي هعمل ايه? انا خلاص لبسته. هبتدي احطه في الكيس بتاعه. واشيله في الدرج. او في العلبة بتاعتي. البوكس الخاص بالاكسسوارات او ايا كان. او الدرج الخاص بالاكسسوارات. بيتشال بالشكل ده. ممكن مش لازم في كيس لو انا مش عايزة اه مش هحطه كل حاجة في كيس. لو انا عندي اه حاجات متقسمة اه بالشكل ده ببتدي ان انا حط العقد بالشكل ده. كده انا بحفظه ان هو لو انا حطيته كده بصوا ممكن يتني ممكن يتعود ممكن يبتدي يتكسر في في المكان اللي انا حطه فيه او حفظه فيه. اه ده كمان لو عليه لان مش هحطه الوحد وممكن كمان احطه باقي اكسسوارات عليه مع تقلق حاجة تانية. يبتدي يتأثر او كمان الواير بتاعنا يكسر يا رب اكون جاوبت عليها. وان شاء الله ممكن اعمل فيديو. انا فاكرة ان انا عملت فيديو خاص بالنقطة دي. ان شاء الله اعمل فيديو خاص بالتفاصيل اللي هي بتبقى مهمة بالشكل ده. ازاي تقدروا تشيلوا حاجة زي كده. عشان يبقى فيديو خاص وتقدروا تستفادوا بي يا رب الفيديو ما يكونش طول. وان شاء الله اه تستفادوا اه بالفيديو. اتمنى لكم كل التوفيق. ان شاء الله نتقابل على كل الخير. ما تنسنش من دعواتكم الحلوة. قلوكم السلام عليكم. افتح لكم العقد. عشان نقفل به الفيديو. مع اشتركوا في القناة.